تضم جامعة واسط 865 تدريسي وأكثر من 17 ألف طالب وطالبة ونحن حريصون على أن يعمل الجميع في بيئة تعليمية واحدة تتميز بالحداث والتطور لذلك اعتمدنا على جوجل إجوكيشن سابقاً كان يوجهنا تحدي كبير بتنفيذ التطبيقات الإلكترونية لأن تحتاج موارد مالية عالية وإدارة ومتابعة وتطوير بس اليوم ويا جوجل صرنا نركز على كيفية توظيف هذه الخدمات بالتعليم دون التفكير بالمساحة أو الحماية أو تحديث الخدمات والتي هي طبيعة الحال المجانية وهذا في الشيء ممتاز طبعاً جوجل كلاسروم ساعدنا هوايا بإيجاد طريقة أفضل للتعامل مع الواجبات البيتية أنا كتدريس الآن يمكنني أخلق نقاش أو ممكن أرفع محاضرة أو أنشئ واجب للطلبة عن طريق حتى الموبايل وحتى إذا ماكنت موجودة بالكلية من خلال خدمة جوجل سايت انشأنا بوابة للتدريسين والطلبة ضم المحاضرات والإعلانات وجداول الدروس والنتاج البوابة أصبحت مصدر واحد للمعلومات يمكن للطالب للطلاع عليها من خارج وداخل الكلية تطبيقات جوجل خلقت لنا شبكة متكاملة تضم التدريسيين والطلبة فأصبح التواصل معهم سهن جداً حيث كنا نحتاج لأيام لتبليغ أي تدريسي بخصوص مؤتمر أو اجتماعي خص العملية التعليمية عملنا اليوم أصبح أكثر كفاة مع جوجل كطلاب كنا نواجه صعوبة في العمل المشترك سواء من ناحية إنجاز التقارير أو البحوث أما الآن باستعمال جوجل درايف أن تنظيمنا للملفات أصبح أفضل ممكن أن ننجز ورقة عمل أو واجب مشترك دون الحاجة لللقاءات المباشرة الآن نحن ندرس في بيئة تعليمية تفاعلية تمكننا من التواصل حتى وإن كنا في سفر أو إجازة فلننفقد شيئاً العمل على تطبيقات جوجل سهل جداً الشي الجميل بي أنه هناك عنوال الكتروني واحد رح يشغل لي جميع الخدمات وما تعني أن جميع البيانات الخاصة بيه في مكان واحد ومؤمن اشتركوا في القناة